بسم الله الرحمن الرحيم فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين النائين عن الأهل والأوطان السلام عليك وعلى ابنتك البائت في الثرى بقربك والنازل بجوارك سلام على المدفونة سرا لا أجهارا وليلا لا نهارا يا زهر وتسألني عن فاطم ومصاوها تفاصيل مأساة توالت مآسيا فسأل ليلة تخفي الجروح بمتها ونعشا على كف الأحبة عاليا وسأل من يتامى فاطم عمر فاطم وعن حسن سلوى الحسين المراثيا وسأل قاهر الأحزاب فاتح خيب أر إذ انهد وهو الشامخ الطود باك يا ينادي علي علي ينادي أيام أضون بالنعش مهلة فما بعد هذا اليوم أرجو التلاقي يا ناش ربقا بالحبيبة إنها مجرحة لا تخدش الجرح ثانيا مكسرة الأضلاء يا زهر مكسرة الأضلاء مقروحة الهواء مجرحة الأجمال حمراء ما أنقيا لكن عدنا سؤالها الليلة إلى فاطمة اليوم يوم الجمعة يوم فاطمة يوم صاحب العصر والزمان عدنا سؤال إلى الزهر ما أكثر المصائب التي على قلبك يا زهر لكن أي المصائب أعظم يا هل ألميك أكثر يا هل ألميك أكثر كسروا من جيد ضلعين لو كسرت الله أحسين هذه من ذلك يا هل ألميك أكثر يا زهر طبتهم عليك الدار وعنك سافر المختار لو شفت علي الكرار ما يجتوفي بحبيل إنجار يا هل ألميك أكثر يا أخ لا يوم يضر ما يوهن الله عظيم هالبيت على صاحب العصر والله لا يوم يضر ما يوهن وغرز بالصدر مسمار وعلى أن خديك طبع الاصطار جنينك من عصيرهم خار يا هل ألميك أكثر لكن الأمر لله وإنا إليه راجعون صل على محمد وآل محمد الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم من كل ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس ونعمل حكم الله هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن فدك الفيء وفدك الدخل وأنها كانت في يد فاطمة سلام الله عليها يقول فشحت شحت شحت يعني بخلت وحرصت عليها نفوس قوم وهم الذين صادروها وهم الذين اختلسوها وسخت وسخت عنها سكنت عنها وتركتها نفوس قوم آخرين هذا المقطع أو الكلام لأمير المؤمنين يقودنا إلى سؤال ما هي قصة فدك ولماذا طالبت بها فاطمة سلام الله عليها هل لكون فدك مجرد مادة مجرد أرض مجرد نخيل أم أن المسألة أكبر من ذلك أم أن المسألة لها علاقة بنموذج يحتذا ويقتذا به يمثل لنا آلية المطالبة بالحق المشروع مهما كانت محاولات الإعاقة والتثبيت والمنع بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى كل ذلك لم يحل بين الزهراء وبين المطالبة بحقوقها بعيدا عن النتائج إذ أن المؤمن والرسالي والحركي إنما يتحرك من منطلق التكليف الشرعي بعيدا عن نتائج ذلك التحرك أولا لما نجي إلى قصة فذك بإيجاز طبعا فذك هي قرية بها بساتين عامرة بالمياه والنخيل هذه قرية من قرى اليهود بينها وبين مدينة النبي صلى الله عليه وآله ما يقارب 140 كيلومتر هذه قرية بما بها من في من خيرات لما رأوا النصر المؤذر في خيبر على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أدعنوا للنبي استسلموا بأن يدفعوا يسلموا ذلك الفي تلك الخيرات دون سلاح دون معركة دون مواجهة القاعدة الشرعية واضحة المسألة إذا فيها غنائم دون مواجهة دون مشاركة من المسلمين هل تروحي للنبي صلى الله عليه وآله قل آية واضحة ما أفاء الله على رسوله منهم يعني من أهل القرى من فدك من أهل فدك ما أفاء الله الفي يعني الخير ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم منهم بخيل ولا ركاب ما في سيف ارتفع لا في خيل لا في مواجهة وإن روح ذا الخير نزلت الآية وآت ذا القربى حقه النبي صلى الله عليه وآله هنا التفت إلى جبرايل قال جبرايل من هم قرباي وما هو حقهم قال قرباك فاطمة وأعطها فدك وهذا موجود في الدر المنثور كنز الأمال إلى آخرة على أن فدك نحلة النحلة يعني ماذا هبة دون تعويض من النبي صلى الله عليه وآله إلى فاطمة ولذلك مسألة المطالبة بالبينة والدليل على أن فدك ملك لفاطمة هذا واقعا مضحك من الناحية الاجتماعية والفقهية مضحك ليش وإحنا قعدنا قاعدة التصرف واليد والتصرف تما يصير تطردني من بيتي المعروف على أن هذا بيتي وبعدين الطالب بالبينة على أن هذا البيت بيتي فواضح أن فدك كانت أيام النبي صلى الله عليه وآله أربع سنوات لأنه من السنة السابعة للهجرة إلى السنة الحادية عشر للهجرة السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وآله وخيرات فدك مردود فدك عائد إلى من؟ إلى الزهراء سلام الله عليها مع هذا جاءت بالبينة عندما طلب الرجل الدليل والشاهد جاءت سلام الله عليها بالشهود قالت هذا علي وهذا الحسن وهذا الحسين وهذه أم أيمن وهذه أسماء لكن المسألة مو مسألة حجة ولا مسألة برهان ولا مسألة دليل مسألة تعامل وأشعارهم وآية السيف تمحوا آية القلم فقال علي والحسن والحسين لا تقبل شهادتهم ليش؟ قال لأن علي يجر النار إلى قرصة أسماء قال أيضا لا تقبل شهادتها أرجع إلى كتاب في ظلال أولياء إلا أسماء لا تقبل شهادتها ليش؟ قال لأنها زوجة جعفر ابن أبي طالب وهي تجر النفع لبني هاشم أم أيمن قال له هذه من أصل أعجمي وبالتالي لا تقبل شهادتها يعني أربعين سنة كانت في بيت النبي وعند أهل البيت ما تشفى عليها ومتى كانت اللغة أساس للشهادة وشرط للشهادة هنا التفت أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الرجل إلا أسألك سؤال إلا بلى قال لو جاء شاهدان وشهد بأن فاطمة قد ارتكبت فاحشة تأخذ بشهادتهما قال بلى إلا إذا كفرت بالقرآن وشهادة القرآن لأن الله عز وجل يشهد في حق فاطمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الروايد قول على أن الزهراء قارعت الرجل بالحجج فحججته يعني غلبته وبالحجج الدامغة واسترجعت كتاب فدك لكن الثاني جاء سائلا عن هذا الكتاب فأجابته بأنني حاججت صاحبك فحججته طلب الكتاب هنا رفضت الزهراء سلام الله عليها فأمر بالصياط على متونها فأخذ الكتاب تفل فيه ومزقه ولد واقعا ما تستغرب يعني لما تستسمع بتصرفات رعنا تجاه المرأة وتجاه النساء ما تستغرب واقعا هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث معها ذلك إحنا نسأل ليش هذا الإصرار ما هو السر وراء المطالبة بفدك ليش الزهراء سلام الله عليها لحت على المطالبة بفدك مع أن الزهراء من الزاهدات في الدنيا مع أن الزهراء ممن لا تغتر بهذه الدنيا وأن الدنيا عند أهل البيت لا تساوي جناح بعوضة بل لا تساوي عظم خنزير في فم مجذوم كما يقول أمير ممنين سلام الله عليه وربما تكون النتيجة معروفة مسبقا عند الزهراء على أن استرجاع فدك في ظل تلك الأوضاع يصعب فلماذا هذا الإصرار من الزهراء على المطالبة بفدك أولا إحنا أسلفنا بأن الزهراء تمثل النموذج الطيب للمطالبة بالحقوق من خلال فدك هذا خير نموذج على أن الإنسان لا يعيش التثبيت ولا اليأس ولا الإعاقة ولا كل محاولات تشويشة في مقابل مطالبة بحقوقه وهكذا فعلت فاطمة سلام الله عليها ثانيا المسألة ليس مسألة مادة ولا نخيل ولا أبدا مع أنها لا علاقة يعني حتى مردود فدك وعائد فدك يعني غلات فدك ليست ضئيلة مدخول فدك ليست ضئيل حتى أن الزهراء تتغاضى عننا مدخول فدك صحيح يعني لما الطالب به الزهراء ابن أبي الحديد يقول كانت نخيل فدك أيام الكوفة أيام ابن أبي الحديد يقول كانت نخيل فدك تساوي نخيل الكوفة الكوفة كانت معروفة أنا ذاك بالنخيل يعني بمعنى آخر دخل فدك سنويا يساوي 24 ألف دينار أو قيل سبعين ألف دينار على اختلاف السنين هذا مدخل هيئا والدينار آنذاك مو مثل الدينار الموجود الآن الدينار آنذاك يمثل مثقال ذهب زين واحد يقول الزهراء شسى 24 ألف أو 70 ألف لا مو المسألة أنه شسوا فيها الزهراء الزهراء أبدا هذا المبلغ لا تستثمر ولا تاخد ولا أبدا ما لآل محمد والدنيا وقد خلقوا للآخرة يا فاطمة النبي صلى الله عليه وآله يخاطبها يا فاطمة تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة لكن المسألة مسألة محاولة ضغط اقتصادي على علي بن أبي طالب لما السلطة صادرت فدك ومدخول فدك وخلت في مصطلحنا اليوم في خزانة الدولة من أجل إضعاف علي بن أبي طالب اقتصادياً لما يضعفون علي بن أبي طالب اقتصادياً هالشريحة الكبيرة بالمجتمع من أهل المسكنة والمعوزين والفقراء والمحتاجين راح يروحون لمن؟ مولولا الخبز لما عبد الله وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها هذا لين حاولوا أن يضعفوا علي بن أبي طالب اقتصادياً يضعفوه في الجانب الاقتصادي من خلال مصادرة فدك وهذه السياسة اتبعها المنافقون مع النبي صلى الله عليه وآله لا تنفقوا على من عنده رسول الله حتى ينفضهم كان أغنياء الصحابة ينفقون على الفقراء فجاء المنافقون بداعي النصيحة جودوا ذول الأغنياء من الصحابة قالوا أنتم لتكدون وتكدحون وتتعبون وتأخذونها الأموال وتوصلونها للفقراء ليش؟ من أجل إبعاد المعوزين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبالتالي لا يكون الإسلام شأن هذه السياسة تبعت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه من خلال مصادرة فدك ولذلك الزهراء أصرت ألحت على المطالبة بفدك واحد فدك أحيانا كانت تمثل جسر ومعبر ومدخل بالنسبة للزهراء سلام الله عليها للمطالبة بما هو أكبر وأهم بالنسبة للعالم الإسلامي وللمسلمين الزهراء من خلال فدك أرادت أن تطالب بحق شرعي مغصوب هو أهم من فدك وهي الخلافة لعلي بن أبي طالب ليس لكون علي بن أبي طالب زوجها لا وإنما لكون علي بن أبي طالب يمثل السلطة العامة والولاية الكبرى المطلقة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك علي بن الفارقي هذا أحد أساتذة المدارس الأدبية المدارس اللغة في بغداد يسمونها المدرسة الغربية ابن أبي الحديد يقول سألته يقول قلت ليه ألم تكن فاطمة صادقة في مطالبتها بفدك قال بلى قال فما الذي منع الرجل من أن يرجع إليها فدك ليش ما أرجع إليها فدك قال لأنه لو أخذ بكلامها وصدق بكلامها راح الطالب بالخلافة لعلي بن أبي طالب وبالتالي أقر على نفسه بأن فاطمة صادقة فما يقدر نردها عن المطالبة بحق علي بن أبي طالب فقطع الطريق من أوله على فاطمة هذا أمر الأمر الآخر وهو المهم مطالبة فاطمة سلام الله عليها بفدك تمثل ماذا على أن الحق يطلب ولا يعطى لما تكون صاحب حق وصاحب مطلب لا تترقب أنك تجلس في بيتك وتؤثر السلام والقهر والنوم على المطالبة بذلك الحق وبالتالي سيأتيك هذا الحق لا أربع لا يستجيب الله أو لا يستجاب لهم أربع لا يستجاب لهم الإمام الصالح سلام الله عليه ومن بينهم رجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني فيقال له ألم أأمرك بالطلب فالحق يطلب ولا يعطى مهما كان ذلك الحق خاصة لما يكون في مقابل أن الآخر لهذا الحق المصادر لهذا الحق ظالم وبالتالي الزهراء سلام الله عليها طالبت بحقها من هذا المنطلق على أن الحق يطلب ولا يعطى وصاحب الحق عليه أن يطالب بحقه لأنه حقه الأمر الآخر بعيدا عن مسألة زهد في الدنيا رغبة في الآخرة هذا مايلا علاقة أن الإنسان ما يملك المال فبالمال يقضي الإنسان دينا ويصر رحمة ويحفظ ماء وجهه وينفقه في سبيل الله من قال أن المال مو من حق المؤمن وعلى المؤمن يعيش دائما حالة التقشف وحالة الكفاف لا لا مهذا يسوفيان الثوري يدخل على الإمام الصارغ سلام الله عليه وقد لبس ثوب بيضاء جميلة نظيفة قال لي يا ابن رسول الله هذا مو ثوبك انت من أهل الزهد التفت إليه قال لي اسمع يا سفيان نصيحتي ولا تكن من أهل البدعة أما أن الدنيا إذا أقبلت فالمؤمن أولى بها من الكافر والمسلم أولى بها من غيره ثم تلا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين لغيرهم زين سبب آخر جعل فاطمة سلام الله عليها تطالب بحقها المطالب بالحق لا يخلو من أحد وجهه أي إنسان طالب بالحق صاحب مبدأ مطالب التمشروع أو حق شرعي هذا الحق أي نوع من أنواع الحق لما تطالب بالحق هذه المطالبة لا تخلو من أحد وجهه إما أن تنال هذا الحق وبالتالي حققت هدفك أنت مطلبك أن تنال هذا الحق فحققت هدفك أو لا لا تنال هذا الحق لا يسترد لك هذا الحق فتكون ماذا قد أعلنت ظلامتك وأظهرت مظلوميتك للآخرين واحد يقول ما يستفيدني يعني لما أظهر مظلومية للآخرين وهذا الحق لم يسترد إليها في فائدة أنت لما تسكت عن هذا الحق أولا شجعت هذا الظالم على أن يتمادى وفي المقابل أيضا سكوتك عن هذا الحق هي محسوبة عليك مش ساكت عن الحق شيطان أخرس خاصة لما يكون هذا المصادر وهذا الظالم ممن يدعي الصلاح ويدعي الفلاح وأنه من أهل الديانة وأهل التقوى وأهل الوراء وهكذا كانوا ولذلك الزهراء سلام الله عليها عرتهم معرفة الناس بحقيقتهم الأمر الآخر وراء مطالبة الزهراء بفدك سلام الله عليها عادة حملة المبادئ عندما يطالبون بهذه المبادئ يعملون على أن يجلبوا القلوب إليهم طبيعي كل واحد صاحب حركة وصاحب مبدئ في كل العالم يحاول أن يجلب القلوب إليهم كل القلوب والوسائل عده وسائل شتى لجلب القلوب لما يكون هذا صاحب حق وصاحب مبدئ يحاول يجلب الناس إليه من كل أسقاع العالم بوسائل عده مرة يجلب الناس إليه بالمال مرة يجلب الناس إليه بالأخلاق مرة بالوعود لكن يقال أفضل طريقة عند حملة المبادئ لجلب القلوب هي إظهار المظلومية عندما تكون مظلوم فالناس القلوب المنصفة تتعاطف مع المظلوم كائنا من كان وتشمأز وتنفر وترفض الظالم كائنا من كان وهكذا كانت فاطمة أظهرت تلك الظلامة وهذه الأظهار للظلامة عند الزهراء سلام الله عليها استمر إلى آخر حياتها تصور حتى عند دفنها أمرت بأن تدفن بالليلة بالنهر وأن تدفن سرا لا جهارا حتى لما يجون الناس يسألون وين قبر فاطمة لماذا أخفي قبر فاطمة ليش عب في هذا القبر حتى الناس تتساءل تعرف الحقيقة وظلامة الزهراء تظهر وتبقى كل القبور يعني ما في قبر الآن ما معروف لأهل البيت إلا قبر فاطمة سلام الله عليها اختارت بأبي وأمي حتى الزمان والمكان المناسبين ما حاججت الرجل في داره ولا في منزله ولم يكن الحوار بينها وبينه لأختارت مكان يأمه يرتاده المسلمون مجمع للمسلمين مركز إسلامي وهو مسجد النبي صلى الله عليه وآله هذا بالنسبة إلى المكان وأيضا الزمان اختارت الزهراء وقتا كان مسجد أبيها صلى الله عليه وآله غاصا بالمصلي غاصا بالناس ولم تخرج لوحدها لا خرجت مع مجموعة من النساء وكأنها مسيرة لاثت خمارها على رأسها اجتملت بجلبابها ما تخرم مشيتها كمشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وما خرجت بطل كالطريق البعيد عن الاحتشام التجرد من الاحتشام لا أبدا باحتشامها باستقامتها بالتزامها بتديونها وإن كانت الظروف ألجأتها إلى أن تخطب في الرجال لكن أبدا نيطت دونها ملائة يعني ضربوا ساتر بين الزهراء وبين الرجال ولذلك عرفت بنفسها وإلا لو كانت الزهراء ظاهرة ما يحتاج الناس عرفون الزهراء لكن عرفت بنفسها وهذه عادة ترى يعني هذا ذكاء وفطنة وعبقرية من الزهراء سلام الله عليها وهكذا أهل البيت ونحن عندنا الآن الواحد لما يجي المحكم يعرف نفسه فجلست بأبي وأمي أنت أن أجهش القوم لها بالبكام ثم عرفت بنفسها وما خاطبت في البداية الرجل لا لأن الرجل هو موضع الخصام والخصم ما خاطبت وما كانت تقر بأنه رئيس الدولة خاطبت الناس كونهم الحكم أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله أقول بدءا وعودا يعني كلامي في آخره ككلامي في أوله وكلامي في أوله ككلامي في آخره لا يتغير أبدا أقول بدءا وعودا ولا أقول ما أقول غلطا يعني كلامي ليس فيه الغلط وهو المكيدة والخديعة والمغالطة ولا أفعل ما أفعل شططا وهو الكلام الذي فيه ظلم وتجاوز عن الحد لقد جاءكم رسول من أنفسكم أزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم تفسر ليهم هذه الآية حتى تتقرب ليهم المعنى أكثر ما ينسون هذا الفضل من النبي صلى الله عليه وآله هذا الرسول يقول ليهم منكم من العرب يشق عليه أن تتعبوا من أجله وهو يتمنى لكم السعادة بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعزروه وتعرفوه يعني تسألون هذا أب من وابن عم من تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم بعدين نتعرج على وضحهم الاجتماع المزري الذي ما كان يخلو من الفوضوية ومن الاختلال في النظام ومن العبث ومن الجهل ومن التخلف اذكرهم بواقعهم وكيف تغيروا بأخلاق النبي عناء النبي عطاء النبي جهد النبي وكنتم على شفى حفرة من النار بسبب الشرك والظلم وأي نوع من التخلف أي نوع من الفوضوية أي نوع من الدرك الأسفل الذي كانوا فيه وصلوا إلى درجة تقول الزهر سلام الله عليها تشربون الطر تشربون الطر يعني ماذا؟ الطرق لغة يعني ماذا؟ الطرق يعني الماء الذي خوضته الإبل أجلكم الله وبالت فيه تشربون الماء ماء المستنقعات والحفائر الذي تستقذره النفوس الشريفة وكأنكم لا علم لكم بحفر الآبار وتفجير العيون واستحصال القنوات بعيدين كل البعد حتى عن أدنى ما يحتاجه الإنسان وتأكلون القد والورق هذا شرابكم وهذا أكلكم القد يعني جلد الكبش اليابس وورق الشجر وكأنكم تعيشون في صحراء قاحلة جردا لا نبت فيها ولا ماء تعيشون الكسل تعيشون الخمول أذلة خاسئين الخاسئ يعني ماذا؟ الخاسئ يعني المنبوذ المطرود الذي لا يترك أن يبقى مع الناس تخافون أن يتخطفكم الناس متى الإنسان خاف في مجتمع؟ لما يكون هذا المجتمع مملوء بانحراف مملوء بانحلال مملوء بانجرار إلى الباطل ليس فيه أمن ولا أمان ولا استقرار ولا طمأنينة متى الإنسان يشعر بالخوف عندما يكون النوع من المجتمع لا أمن ولا أمان ولا الطمأنينة ولا استقرار بحيث الكثير يأكل القليل والغني يستعبد الفقير والقوي ينال من الضعيف عندما يكون الغني والقوي والكثير يأمن من العقوبة ومن أمن العقوبة؟ أساء الأدب كنتم في هكذا مجتمع بلا قانون بلا نظام فأنقذكم الله بمن؟ فأنقذكم الله بأبي محمد 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 وهكذا استرسلت الزهراء سلام الله عليها ثم خاطبت الرجل وهكذا خاطبت المهاجرين والأنصار إلى أن رجعت بأبي وأمي إلى دارها لكن أسألكم بأي حال رجعت فاطمة تتصور أمرأ عاشت بعد أبيها أربعين يومين أو قيل خمسة وسبعين أو قيل خمسة وتسعين لم تر ضاحك ليش المصائب التي حلت على قلب فاطمة تتصور أمرأ طالعة للمسجد ترمو بطبيعتها مجسمها معافا أمرأ طالعة إلى المسجد وجنينها مسقط تتصور أمرأ تلد ولادة طبيعية تحتاج أيام تستريح تخدم ولذا يقولون الإجهاض أشدت ألما من الولادة تصورها طالعة جنين مسقط إيدها على ظلحها مرة وعلى عيونها مرة ورجعت مستندة على النساء المهاجرين والأنصار كأني بالزهراء تتهادى تتماي اليمين وشمالا أين استقرت بك النوى يا صاحب العمر أنت المعزة وجعت بأبي وأمي وعلي بن أبي طالب ينتظرها جالس ينتظرها وإذا الزهراء تدخل عليه يخاطبها زهراء مما تشتكي أجلسها على فراشها اليوم يوم الجمعة ويوم صاحب الأمر والله وكننا أصحاب حوائج ننقل حوائجنا إلى فاطمة سلام الله عليه نظرت إليه نادت يا أبا الحسن ما عهدتني كاذبة لا والله ولا خائنة وقامت توصع لي اذ قل لي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين إذا أنا ميت فغسني وكفني وصل علي ولا تشهد جنازة أحدا ممن ظلم جنازتي أحدا ممن ظلمني يا علي لا بد للرجال من النساء فإذا تزوجت يا علي فاجعل لها يوم وليلة ولأولادي يوم وليلة يا أبا الحسن ولا تصح في وجهيهما فإنهما يصبحان يتيمين منكسرين غريبين ثم نادت يا علي المصرف بعد ما تبشوف علي يتألم منه ومن ألمها قامت فاطمة من على فراشها لكن أسألكم شلون قامت فاطمة وهي متعبة وهي عليلة وهي مريضة الرواية تقول قامت تتكئ بيدها بيدها على الجدار حتى وصلت إلى موضع الغوس موضع الماء أخذت الحسنين غسلتهما غسلت رؤوسهما ثم نادت انصرفا مع أبيكما إلى مسجد جدكما رسول الله الله حنان فاطمة ما تريد تشوفهم يتألمونها اضنجعت على فراشها بعد أحد بالبيت لو لا موجود أحد نادت أسماء وين رأحت زهرة أسماء أين زيناء آه يا زيناء دخلت على أمها وهي مضجعا نادت تعالي تعالي يا زيناء بلى يا أم قالت يا زيناء بعليك بالأكفان في تلك الزاوية جاءت بهم أكفان نزل بهم جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة أكفان واحد راح إلى خديجة واحد إلى النبي واحد إلى الزهرة بقوا اثنين وزعتهم فاطمة لكن شلون وزعتهم هذا التوزيع اللي كسر قلب زيناء هذا الكفن يا أم العودج حاذر الكرار وهذا الثاني الأعضي ديج حسن من جدك المختار خلصوا الأكفان يا زهر اختين قتب عبرتها الزيجية والدموع انثار أخديهم يا بعد أهلي ترى مفرق يا بنت البيت الله على هالبيت الله على هالبيت يا صاحب الأول سمع الزينب وناد الدم حسال على الخدين جاوين الجفن يوم الرابع لا نسيت يحصل سمع الزينب وناد الدم حسال على الخدين جاوين الجفن يوم الرابع لا نسيت يحصل صاحة يمه يا زينب يا زينب ذا بحتين يا نور العيد أخوتي بلا غسل يبقى وذ العاربة لا تكفي تقول لها خلاص وطلع يطلع يا زينب كسرت قلبها ما أريدك تتأذين يا زينب خرجت زينب التفتت الزهراء إلى أسماء يا أسماء قفي على الباب هني ثم ادخلي علي بعد قليل ناديني فإن أجبتك وإلا فاعلمي بأن روحي قد فارقت بدني خرجت أسماء أنا أريد أعرج على الحسنين الحسنان هنا وصلا إلى مسجد أبيهما وقفاه نيئة الحسين يقول للحسن أخويا يلا خلنا بسرعا وادع جدنه مهاذي وصية أمنا قالت لهما عرجا على قبر جدنه جدكما قبل أن تأتيا وإذا سأل عن استميحاه عذرا قل يا أم إمنا اليوم ما قدر تجي يا رسول الله توجه الحسنان إلى قبر جدهما جلسا على قبر جدهما لسان الحال ومن حقنا لأن من عادة رسول الله يشوف الحسنين ما يجون لوحدهما يجون وياهم أمهم فاطمة اليوم شافهم بدون فاطمة نادى هلاو يا مرحبا بجية الاثنين أبو محمد عزيزي وذاك ليحسن خبروني عن أمكم يا الولاد وين أمكم وين فاطمة ما أشوفها قالوا يا جدنا يا ضي العين أمنا مكسر من هض العين ما تقدر اجي يا ايوان رجع الحسنان إلى الدار وإذا فض وإذا أسمى واكف على الباب أسمى أين أمنا فتحت الباب وإذا أمهم نائمة ممددة مغطاة أسمى ما عهدنا أن أمنا تنام في هذا الوقت شو تقول لي ايوان قالت لهما يا أسمى أترك المصيبة إلى حين هلكن هالموقف يا ابني رسول الله أمكم مو نائمة يا حسين أمكم مو نائمة يا حسين عجل وين أمنا قال قال قالت لهما إن أمكما ميتا ماتت فاطمة فتحة الباب النجيبة والدموع مبددة ودخل أولاد الوديعة ولنها وصفة ممددة لكن أسألكم وشلون ممددة فاطمة ووضع أيدي على خداة وساد ما يموسد خر عليها الحسن يبجي والدمع منا نهمة يقول لهما كلميني أنا الحسن قبل أن أمو ما سمع منها جواب أخر عليها حسين نوح أنا لم دلل يا يما بعد عينك ونروح جاءوا بيني يلحنون قبل ما تطلع الروح والحسن ناد يخويا ما تتمنى يا فحا يخويا ماتت الزهرة وعمرها ما بلغ عشرين راحت واضطلع منها مكسر يا الله إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أخواني هذا المجلس يهدى ثوابه طبعاً هو مجلس الزهرة ويهدى ثوابه إلى السيد حسن السيد ناصر وأبنائه وهناك جمع صدقات للمقبرة وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوا إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل عزاءنا اشف مرضانا استر عيوبنا لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته اللهم اشفي مرضانا وفكاسرانا ورد غرباءنا وارحم شهدانا جماعة الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون تقبل اللهم أعمالهم إلى أرواح الشهداء السعداء ومن مات على الإيمان نهد الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصروات على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة